موسيقى معي الوزير الأستاذ بسامة نحن جهة مستقلة سواء كلنا جئنا بصفارنا الوطنية في المقام الأول ولكننا نقوم إن شاء الله بتوصياتنا طرق الصدق المناسب للمنبود ونوعية المدود النخبوي الشيط المبود في هذا المقام قضية الإرهاب كما تفضل بالأستاذ بسامة وكما سنستمع من حضراتكم الآن قضية مهمة الإعلام هو المحرك الرئيسي سواء بسبب الإجاب في مسألة الواجهة 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 كأحد أدوات القوى النعيمة في المجتمع النصري والقدر يحدث ترشيد في هذا الناتجاه موسيقى على تفضل قبول الفقر المنظم في الورق التعامل ويعطي هذا المتقامل وما قدمه متعمل كبير وإنها مشهول وتمثل هذا الاجتماع في هذه النظمة المتميزة بالمتباع والمتخصصين وكبار المسؤولين عن الإعلام النصري ومناقشة قضية هامة وهي قضية ومنطف الإعلام الإعلام وإنها متلازمات كلهم هما يرقدون وراء الأخ الأعمال الأدهابية تهانس بالنسبة لوسائل التي تسعى للسوق والمثار والتحبيل والضغطية المتميزة والإعلام الخالس بالنسبة للإعلاميين يسعون إلى الظهور فيه وقاسة أفكار ورسائلهم وهذا الصناع والإدهام الذي يكون بها لوسائل الإعلام في العالم لا يقولوا مش عندنا بأنها يلافت نرشوا فيهم التطور وتنرشوا فيهم المصار شوفنا إيه كان عدد المهاجئين وتجيزاتهم ومشاكل صدر عن قيادة قوات المسلحة وتمثلة في المتحدث الاسمي لقوات المسلحة صدر بها كانت حوالي الساعة عشر صنعين يحدد أعداد معانينة التي تم حاصلها في ذلك الوقت كانت تحديداً عشر استشهاد في صف قفضنا واتلين وعشرين من كان المهاجئين القولها بإيه ثم ظلوا فترة طويلة صدر براية التمانية باللين لما جاء براية التالي إفجائي حتى الأخان الحق غاية طبعاً والدو أستاذ مسارة المشارد ده ومحقاً فهي في عمليات على الأول كان في حرب دائماً داخل فئة التلوات والكبائم والمتوضعات من الصفد ده محيور عدد يعني ياثمين شهداء ده أردهم بحردهم إلى أستاذ أستاذ صامي النبيم رئيس التحدي دعو التليزيون والطائم من طبعين ومحقاً ومعزي حتى عندماً ومحقاً ومحقاً من طبعين ومحقاً ومحركاً ومحقاً يعني في الشرط، في طرف الأطراف، الموضوع اللي احنا بصدقه موضوع مغذب الشهيد الآخرين، كتر الكلام اللي فيد الرابع من الحروب، رجع حروب العالمية، أعطى هذه الكامل السادقينة اللي مش هدى في الفترة الأخيرة، في دولة بتعلن عن نفسها أنها دولة، زي ما حضرت دولة، تتجاوز حدود من أجد عرض دولة، تتمدد زينا عيسك، هي بتعلن عن نفسها، يكاد يكون لو جئنا على عرض الواقع مش هادل لها قصص غير شوية مزالح وشوية كينات، لكن لما تيجي على الجانب الإعلاني، انت أقول فيه نهر عمان، تسمع الأخبارها، وتعلن عن نفسها بشكل، قد يكون مبلغ فيه، قد يكون بشكل خطير، أنا أعتقد أن الإعلان داع الدور أساسي، أو لو كان هو السلاح الرئيسي مثل هذه الجامعات الأنهبية، أعتقد هو السلاح رقم واحد لهذه الجامعات. أعتقد كثير والحياة، مش هاي مباشر إنها حضور، قلون تناول المعروبات، أخرية تناول المعروبات، قلون الكاتب فيه نساء مكين وتمانية، وكل سنة يتفتح ويتفت، وبالتالي تابل الأمور المهمة جداً، يقاب منها أنه سيكون بزء كبير من المشاكل اللي هو منها. القوانين المنظمة للإعلان، كانت بتاعة الفنية للإعلان، أو بتاعة البطنية للصحافة، أو بتاعة الإعلان، مدامة التسطوري الخريقية، يجب أن يتم صدوره على هذه السرعة، وهناك عادة مشاريع، يعني البطنية للدولة، إنها مهد البطنية زمنية، لكافة الدفوع اللي اشتغل على الموضوع ده، واستكن ثلاث شهر المنية كان، في حيث يتم الانتهاء، لأنه يكون قوانين منظمة للإعلان، هتقدر حي بالفرار، محالة اللي إحنا شايفين، وإن كان على مستوى الخضراء اللي هو المهات، الصحابة اللي إعلان الحقيقة، فترة اللي فاتت، يعني، مصيرة حواليا، الكلام بطير، وزرط بطير، وبدأ، يعني، مؤلت نظري، إحنا ندخذها في المحكم، ومتعلق البحثة، على طرورة اللي إعلان، مشروع طرورة اللي إعلان، بدأ من مصياف، وضغط الفعل، وكأن الإعلان، هو احتصال أسراري للإرهاب، وليس موقعاً لهزيزة، بالحقيقة، دهدنا متوقف عند هذا الأرض، يعني، أسيراً، ونعرف أسبار، ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر